واصلت الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظات المملكة تعبير عن استنكارها للأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة الكرك داعية إلى نبذ الإرهاب والتطرف والدفاع عن الوطن التقرير التالي والتفاصيل فعاليات ومسيرات ووقفات مستمرة نفذها الأردنيون في مختلف المحافظات تنديداً للإرهاب واستنكاراً للأحداث الأخيرة في محافظة الكرك الأبية بدأت في محافظة إربد حيث نفذ المئات من موظفي شركة الكهرباء وقفة تضامنية مع شهداء الوطن الأحرار الذين قضوا في الدفاع عن الوطن تعانق روحهم السماء اليوم شركة الكهرباء بناء على رغبة أبناء الشركة قرروا أنهم يعملوا بيوم عطلتهم يوم عمل إضافي ويتبرعوا بريعه لأسر الشهداء ومن خلال العمل هذا نظهر تضامننا ووحدتنا ونستثير عمل الخير بنفوس ليس فقط أبناء الشركة ونفوس كل الأردنيين وفي محافظة الزرقاء أقامت عشائر الكرك بيت عزاء لشهداء الكرك الذين ضحوا بأرواحهم في جمعية مؤاب الخيرية التابعة لعشائر الكرك الذين استقبلوا المعزين من جميع محافظات المملكة مشيرين إلى أن الأعمال الإرهابية لن تزيد الأردنيين إلا شدة وقساوة في وجه الإرهاب نفتخر بالشهداء نفتخر بهؤلاء الشهداء ونعزي أهاليهم جميعا ونعزي الوطن بهم ونعزي الأمة بهم فهم الرجال الرجال وفي محافظة الطفيلة وبالتحديد في لواء بصيرة نظمت فعاليات شعبية ورسمية مسيرات جابت شوارع اللواء انطلاقا من أمام مسجد بصيرة وصولا إلى بيت والد الشهيد الوكيل يزان السعودي الذي قضى خلال العملية الإرهابية في الكرك لقد قدمنا شهيد للوطن وقائد الوطن ووطن آمن بدون أن يقدم شهداء لا يوجد وطن آمن دون تقديم الشهداء لقد توفي عشرة ولكن جرح تسع ملايين أردني جرحوا جميعا على شهداءنا الأبرار حب الوطن والدفاع عنه شعار الفعاليات المستمرة في محافظات المملكة للتعبير عن رفض العنف ونبذ الإرهاب وأن الأردنيين لن يتهونوا جميعا وخلف الأجهزة الأمنية في التصدي لأي أعمال من شأنها المساس بأمن الوطن واستقراره يا جهاز الأمن العام يا جهاز الأمن العام احنا معاكم ابن نظام احنا معاكم ترجمة نانسي قنقر